موسيقى نبدأ جولتنا من صحيفة الأيام البحرينية التي عنونت مئة الأغنام تجوب شوارع مدريد تجول أكثر من 1300 رأس من الغنم و60 رأس ماعز وسط العاصمة الإسبانية مدريد في طار مهرجان تراشو مانسيا الذي ينظم منذ عام 1994 وتمتد جذوره إلى العصور الوسطى وأدى المزارعون والرعاء رقصات شعبية متنوعة على أنغام الموسيقى الشعبية المحلية صحيفة اليوم السابع المصرية عنوانات قريبا الطعام يطير مباشرة إلى فمك اكتشف مجموعة من الباحثين في جامعة ساكس إمكانية لضبط الموجات الصوتية عالية التردد يمكن ضبطها لجعل الأطعم اللذيذة قادرة على الطفو وقال العلماء أن هذه التجربة تجعل طعام أكثر حلاوة إلى أن الطعام يجب أن لا يكون أكبر من حجم البازلة صحيفة الغد الأردنية عنوانات التجول بين الأجرام السماوية عبر جوجل بات متاحا أعلنت شركة جوجل عن إطلاقها نسخة جديدة من برنامج جوجل ماب يستطيع من خلاله المستخدم استعراض الأقمار الصناعية والكواكب القزمة وحتى محطة الفضاء الدولية إلى صحيفة القبس الكويتية التي عنوانت كتاب لإبن سينا في مزاد علني تعرض دار سوثبي بالعاصمة البريطانية لندن مقتنيات عثمانية فريدة بينها الجزء الثالث من كتاب القانون في الطب لإبن سينا بمزاد علني تنظمه يوم الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري ويتوقع أن يتروح سعر الكتاب بين ثمانين ألفا ومئة وعشرين ألف جنيه استرليني وأخيرا مع صحيفة البيان الإماراتية التي عنوانت فك شفرة فيروس الإيدز بالكامل تمكن باحثون أمريكيون من اكتشاف آخر جزء من بروتينات فيروس الإيدز المؤلفة من خمسة عشر جزءا وتمكنوا من فك شفرتها وقال الباحثون إن الجزء المكتشف مسؤول بشكل كبير عن ضم الغلاف الخارجي الشوكي للفيروس مع بقية الخلية وجعله يبدأ بعمليات السنساخ نفسه بداخلها